ناقش الصالون الثقافية الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة السويس أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأتراها على الاقتصاد المصري بالمركز الاستكشافية نحن كنا نتكلم على تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد المصري وقال دي مصر تم قديرت من جراء هذه الحرب اقتصاديا وزي نحن نعالج هذا الضرر ونحول المؤشرات السلبية إلى مؤشرات إيجابية لصالح الوطن أكلمنا نضع شكل أثاري مدمرة الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وطبعا تدعاية تلك الأزمة على الاقتصاد المصري وحابنا نشارك الناس الرؤية حابنا نشارك الناس قدوم إحنا الأثار اللي عندنا دي المبلغ فيها النتيجة حرب إحنا ملناش علاقة بها إحنا نتكلم إحنا الحمد لله حتى لو فيها عندنا أسعار الناردة زيادة في السلع بس عندنا سلع موجودة إحنا الناردة شايفين أوروبا الناردة فيها النقص الشديد في السلع أوروبا نتكلم عضو العزمة الناردة بتعاني بالنقص الشديد في السلع الناردة إحنا الحمد لله عندنا نشارك الموضوع ده برغم من سلبيات التدعيات على الاقتصاد المصري لكن هي بتفتح أيضا الأفاق لإيجاد فرص للاعتماد على الزات أو الاكتفاء الزات ولا سيما في مجالات الزراعة أو في مجالات التنقيب عن النفط أو الغاز أو كل هذه الأمور والتي بالفعل هي كانت أو إيجاد بدائل لسلاسل التوريد سواء على المستوى الأقصية أو على مستوى الاقتصاد فبتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن كل أزمة يجب بالفعل استثمار الجانب الإيجابي من الأزمة ولا سيما على الاقتصاد المصري أهم محور أن إحنا لازم نقول أن الشعب لازم يعرف إيه اللي بيدور في العالم وإحنا مش لوحدنا في المحور ده أو إحنا مش لوحدنا في التحدي الاقتصادي ده ده العالم كله وإحنا بنقول إمتى إحنا تأثرنا بالحرب الروسية الأوكرانية فكرة الندوات الثقافية هي فكرة مهمة جدا وفكرة فيها توعية كبير جدا للناس والشباب بالذات في مدينة السويس مدينة السويس هي من أحد روافض النبض السياسي في الدولة المصرية طول عمرها محافظة في المقدمة ولها حس سياسي عظيم معروف النقطة الأهم حضرتك إزاي إحنا نقدر نوصل للناس ويحصل حوار على الأزمات أو الإشكاليات الحالية اللي موجودة اللي بتنس المواطن في دول تأثرت بالسلب وبالإيجاب منها مصر مصر تأثرت بالسلب إن إحنا استوردنا تضخم حينما استوردنا بعض السلع من الخارج أما الجوانب الإيجابية فالحقيقة كانت جوانب مهمة جدا الجانب الأول زادت الصدرات المصرية بمعدلات عالية جدا الجزئية الأخرى طورنا من البنية التحتية لمصر مما أصبحت إن احنا نستطيع أن نجزب استثمارات أجنبية ونستطيع إن احنا نزيد الملاءة الانتاجية والملاءة الاقتصادية والملاءة الاقتصادية المصرية هدفنا طبعاً استهداف الشباب والحمد لله كان الحضور أكثر من 50% للشباب هدفنا أن ننشر الوعي وننشر الثقافة ما نبقاش وغدين الأمور من جانب سلبي فقط في النهاية التوصيات هترفع للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنها هترفع لسيادة رئيس الجمهورية بنفسه وهو قالها تابع التوصيات للمؤتمرات التي تقوم للشوار الوطني وفي الآخر نحن نهدف أن يكون هناك زخم ومشاركة سياسية حقيقة من جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب عشان يكون فيه تكتل ووحدة في الفكرة والرؤى لجميع فئة الشعب المصري